السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم سنجد أدوات التعريف المحددة والغير محددة أدوات التعريف المحددة والغير محددة للغة الإنجليزية موجودة أدوات التعريف المحددة والأدوات التعريف المحددة والغير محددة من قبل معظم المتحدثين باللغة الإنجليزية الناطقين بها كلغتهم الأم والمتعلمين الإنجليزية كلغة ثانية أو ثالثة لكن من الممكن فهم محتوى الحديث حتى بدون استخدام أدوات التعريف من الممكن فهم الحديث حتى بدون استخدام أدوات التعريف مثلا لننظر إلى هذه الفقرة هنا نفهم ما يريد هذا الشخص هذا الشخص يريد أن يقول هل هل يستطيع أدوات التعريف إلى أدنبر وإذا لم أأخذ القطار الساعة الهاشرة لأدبنى سأتخر عن القطار الآخر في المحطة المقبلة الذي يذهب لبلدة المقصر وهنا لا يوجد أدوات تعريف ولكن نستطيع فهم هذا ولكن من الطبيعي يفضل استخدام أدوات تعريف واستخدامها بشكل صحيح اللغة تفهم ولكن إذا استعملنا اللغة بطريقة جيدة وإذا استعملنا بقواعدة طبعا تسر المتحدث وتسر السامع وإذا لم نستعملها بهذا الصفات لا تسر المتحدث ولا تسر السامع لذلك لننتقل إلى الفقرة القادمة أدوات التعريف الشرح في الشرح أدوات التعريف يطول بعض الشيء ولذلك هذا سيكون على فقرة الثانية هذه الفقرة الأولى والفقرة الثانية تلحق قريبا شاء الله تعالى لا معرفةOR هناك بعض الأضف المتحدث and they are A and M. There are two indefinite articles and there are A and M. And there is one definite article and this and that is B. So there are two indefinite articles and there is only one definite article. So M and M are not definite but there is definite. ما معنى definite وغير definite. محدد وغير محدد. ننظر له الآن. الكلمة محدد تأتي من كلمة تحديد. The word definite comes from define and to define something means to describe it. لنحدد الشيء. لنحدد الشيء يعني نشرح الشيء. نشرح شكله حجمه طريقة فعله طريقة عملوا هكذا. لن تقول exactly what it looks like and how it works. In that case, it will become clear what it is. In that case, it will become clear what it is. For example, for example number one. hit and run accident happened and the police are questioning outness. A hit and run accident happened and the police are questioning outness. Hit and run accident. Accident تعني حادث. لنقول حادث مرور مثلا. Hit and run accident تعني سيارة تسلم بسيارة أخرى وتهرب. سيارة تسلم بسيارة أخرى ولا تنتظر أي شيء ولكن تهرب. هذا يفسك غلق على مستعانك جهاز أخرى لا تنتظر أي شيء ولكن تتحرق حدث مرور فعله أخرى لا تنتظر أي شيء ولكن تقوم سرطة بس تجواب حدث لنظر أخرى وأتنظر اليسارة أخرى أخرى؟ لنظر المسار nigga I mean what make and what color was the car so can you please describe the hit and run describe Tammy was can you please describe the hit and run vehicle vehicle Danny Mercado and its driver I mean what color I mean what make it what color was the car was it a sedan or a little truck sedan sedan can you say I look at the other one was it a sedan or a little truck little truck say I can pick up was it a sedan or a little truck did you see the face of the driver did you see the face of the driver was the driver a man or a woman and how old did he or did she look like so how old did the driver look like cannot make a bit of a number of cat and but I have her right what is said how can I serve brothers and 砸 welcome to what the ravership and if you remember the number plate of the vehicle we will be able to define it without today and if you remember the number plate number plate tiny low-hot counter come if you remember the number plate or the if you remember the number plate of the vehicle we will be able to إذا تتذكر روحة أرقام المركبة سنستطيع تحديدها دون تأخير وهكذا إذا لدينا المعلومات هذه نستطيع تحديد نوعية السيارة نستطيع تحديد نوعية السيارة رقمها وكل هذا وهكذا يقول بالإنجليزية إذا كنت تتذكر، إذا كنت تذكر، إذا كنت تذكر، نستطيع تذكر، نستطيع تذكر من المتحدة سيئدًا، ممكن لدي جابان تكون، ممكن لدي جابان تكون، وسيأت تذكر، وإذا كنت تذكر أنها كانت مركبة ناقل ركاب حمراء من نوع تويوتا تقودها إمرأة في الأربعينات من عبرها، ومازلت أتذكر أن لاوحة الأرقام كانت تغاه ومكتوب، مرأة؟ مرأة؟ The answer could be it was a red-tailed sedan driven by a woman in her 40s and I still remember that the number plate was one two three and so on. So in this case، كما نرى هنا، حدد هذا الشاد، The witness, the witness, the witness, the witness, the witness تعني شاد، من شاهد الحدد، حدد نوعية السيارة، حدد رقم السيارة، وحدد أيضًا كيفية السائق، سائق السيارة إمرأة في الأربعين من عمرها، في الأربعينيات من عمرها، وهكذا أعتقد بالنسبة للشرطة، الرجال المرور أصبح بإمكان ما بتحديد السيارة. In that case, we have defined the hit and run car. In that case, we have defined the hit and run car, vehicle and its driver. So in that case, we have defined the hit and run vehicle and its driver. Vehicle تعني مركبة، سيارة، كار، وهكذا حددنا حدد نوعية المركبة، وحيثيات الساق. So the pronunciation of the articles, the pronunciation of the articles, pronunciation of the articles, pronunciation تعني ألفد. The pronunciation of the articles. Note that deciding which indefinite article to use depends on the spelling of the words that follow. عندما نتحدث يجرددينا A, N and A. أيهما نستعمل؟ لنترك ذلك في النهاية. A and A. هذه غير محددة. هذه غير محددة. نستعمل هذه أم هذه؟ كيف نقرر أيهما نستعمل؟ وقرار أيهما نستعمل يعتمد على تهجأة الكلمة التي تلي، التي تلي أداة التعريف. مثلاً، إذا الكلمة تبدأ بحرف علة، وإذا تبدأ بحرف عادي. إذا بدأت بالحرف العادي نستطيع أن نستعمل A، ولكن إذا بدأت بحرف العلة، يجب استعمل N. E and A together. An. مثلاً، أقرب، أعموم، أعمل، 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 لكن أعمل، أعمل، أ LOVE Stern away and orange. fluة أعمل dividing؟ an orange orange. orange quarter the have fun. THEREA Jahres basta marketing. Ice cream, egg, an egg, an ice cream. مثلاًойдラ gear, a window, a lamp, a computer. and so on and old man and a man sorry a man but if we put old before the man then it will be an old man the word old can not all the adjective but it depends on the first word from the word that comes after the word so if we put old man we can say and man but if we put old man before the word man كانت مشن او تبدأ بحرف الاو وهكذا لا نقول او 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 وهكذا تحديد ايهما نستعمل او 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 ادى تعتمد على تهجأة الكلمة وهو الحرف الذي يلي الحرف اللذي لأدات التعريف. أول حرف من الكلمة التي تلي أدات التعريف. نضع A في حرف الهاتف التي تبدأ بحرف ليس حرف إلا. نضع كلمة ن، قبل أي كلمة تبدأ بحرف اللذي. كتبار بأضحق القراثة عنها أيضا على تفكيرها بأضحق القراثة عنها أيضا على تفكيرها بما معنى اللفظ الادة اللذة الادة التحديد اللي هي the, t-h-e لطفها يعتمد على نفس على نفس على نفس الشيء يعتمد على الكلمة يعتمد على الحرف الذي تبدأ بالكلمة يعتمد على الحرف الذي تبدأ بالكلمة مثلا the man, the woman the door the orange, the apple وهكذا إلى الكلام التي تلي t-h-e بدأت بحرف علّة لا تكون ذا وإنما تكون ذي تصبح ذي ولكن إذا لم يبدأ بحرف علّة بالحروف الأخرى ويكون اللفظ ذا ولا يشتري ذا عندما تبدأ الكلمة التي تني أداة التعريف بحرف علّة لفظها يكون ذي وإذا بدأت بحرف أخرى لا يكون ذي وإنما يكون ذا فسنرى ذلك بتعمق على قليل السنين الآدات المعروحorgية The pronunciation of the also depends on the same factor example this is this is a nice car it is an orange it is an orange car so this is a car a nice car it is an orange car كلمة كار تبدأ بحرف السي وليس حرف الله وهكذا مضاع نضع اي قبل الكلمة في الحديث وفي الكتابة نفس الشي الحديث وكتابة نفس الشي لكن كلمة كلمة تبدأ بحرف علم وليس نضع أهن وليس حرف الله وليس نضع أهن وليس حرف الله نستمر بنفس المعدد هذا هو أهن وليس أهن وليس أهن وليس أهن لأن الكلمة التي بعدها هي أهن verso كلمة' تبدأ بحرف الن تبدأ بأن وهكذا لا نستطيع أن نستعمل أن واي أنما أهن لذلك إنها أهن جيدة أهن لهذا كان أهن جيدة أهن جيدة أهن السم نستعمل أَن قبله وعفل and the word نيس starts with a consonant so we have أَن in front of it. كلمة نيس تبدأ بحرف غير الحرف العلا وهكذا نستعمل أَن نستعمل أَن قبله. مثلاً مثلاً STEW, A-Train, And plane number 6 and airplane and a airplane. أَن هُوسَ، هُوسُ وهُّ sa тамuded a horse. هُوسُ وَلَكْن … يُجددينا إحّ هنا تبدأ كمان بحرف الحكل الح وهكذا aprend than a ولكنها موجودة. an honest man. ال H لا ترفض ولكن نبدأ بال O ولذا نستعمل an. an honest man. an hour. an hour. an hour تعمل ساعة وقت 60 دقيقة. an hour. تبدأ بحرف ال H ولكن ال H لا ترفض. ال H لا ترفض وهكذا. نعتمد على حرف العلة وقبل حرف العلة يجب أن نستعمل an وهكذا تكون an hour. ال H.T. وحكذا تستعمل هذه الاحرف ونتوقف هنا في هذا الفقر من الدرس. نتوقف هنا. ونستمر هذا الدرس. ونستمر هذا الدرس في الحصة القادمة. سنستمر هذا الدرس في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. وأمني أن يكون في هذا منفع للجميع. وأتمنى لكم كل الخير ونجاح للدراسة. شكرا. بي بي. شكرا. 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 شكرا.